اعلنت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني الانتهاء من اعمال صيانة المبنى السكنية الذي تعرض للحريق في منطقة اللوزي خلال شهر مايو الماضي واشارت الوزارة الى انها تواصلت مع قاطني العمارة السكنية للعودة الى شققهم بعد التأكد من سلامة جميع المرافق وقيام الادارة العامة للدفاع المدني بالمعاينات الفنية اللازمة في اطار عودة اهالي المبنى السكني بعد تأهيله من اثار الحريق الذي وقع خلال شهر مايو الماضي انتهت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني من معالجة اثار الحريق بالتعاون مع الفريق الحكومي المختص وقامت باعمال صيانة المبنى السكني وتأكدت من توافر اجراءات الامن والسلامة في المرافق القاطنون في المبنى السكني عبروا عن شكرهم وتغذيرهم لجميع الجهات الحكومية العاملة جنبا لجنب وعلى قدم وساق في وقت قياسي استكمال اعمال الصيانة لضمان عودتهم الى منازلهم بكل يسر فرحتنا يعني يوم هيتوا انتوا قلتوا خلاص ان تسلمونا المفاتح نحن بالرد وايد مرتاحة انه انا مستنسل ان احنا بالرد يعني على اللي سويتوا لنا التجهيزات كويسة وعادة الحكرة طيب وكل شي تمام انا اشوف الكاميرات والطفايات ما شاء الله والديكور ما ديكور كل اضاءة كل شيء الحمد لله رب العالم طيب مواصفات ومعايير عالية الجودة استخدمتها وزارة الاسكان والتخطيط العمراني في تأهيلها للمبنى السكني وحرصت على توفير كل ما يلزم من اجراءات للامن والسلامة في كل طابق اشكر القيادة الرشيدة وزارة الاسكان على كل الجهود اللي واضحة في العمارة وفي اللي صار والتطورات اللي ما شاء الله ويد ويد ممتازة هذا ولم تقفل وزارة الاسكان والتخطيط العمراني خلال لقائها اهالي المبنى السكني من المتضررين والمناطق المشتركة بالمبنى عن استماعها الى احتياجاتهم الاضافية ناهيك عن قيام الفريق المختص بفحص 207 عمارات سكنية اخرى للتأكد من الاجراءات والمعايير المتبعة للامن والسلامة جهود حثيثة قامت بها مملكة البحرين ممثلة بوزارة الاسكان من خلال اعادة تأهيل هذا المبنى وتجهيزه بافضل المعايير والاجراءات للامن والسلامة بعد حادثة الحريق طلع نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر